لو مش بتنظف الكيبورد بتاعتك اعرف ان ده ممكن يباوز السويتشات بسبب التراب الكتير عشان كده مهم ان انت هتنظفه كل فترة اول حاجة هتصور الكيبورد بالموبايل عشان تعرف تركب الزرائر التاني بعدها هتفك الزرائر عن طريق كيكاب بولر او ممكن تفكوهم بيدك عادي بس براحة عليهم لما تخلص حط الزرائر في طبق كبير ونزل عليهم شوية مية دافية بس مش سخنة قوي وضيف صابون لليد وحرقهم شوية عشان ينضافه بعدها هخرجهم من الطبق ونشفهم بفوتا اخر حاجة هتنظف الكيبورد بفرشة وبعدها هتعود قطن وبين له بمية وامسح بيه بين السويتشات بعد كده هتركب الزرائر التاني وبكده انت خلصت دلوقتي بقى عايزك تقولي بتنظف الكيبورد بتاعتك كم مرة وازاي ما تنساش بقى تعمل لايك والتابعني